في 17 مارس سنذهب إلى صناديق الاقتراع لكي نضلي بأصواتنا نحن نتحدث كثيرا عن الوطنية دعو الوطنية الآن في أعماقنا، في دمنا، في عروقنا وتعالوا نتحدث عن المواطنة لكي نأخذ حقوقنا كاملة في هذه البلاد يجب أن نكون في المكان الذي تتخذ به القرارات وأن نكون قوة لكي نستطيع أن نؤثر على اتخاذ القرار هذا أولا يعني في الوسط أو في العالم العربي يتحدث عن الصوت بمعنى الكرباج وعن الصوت الجهوري صوت الذي يجب أن نرفعه في وجه كل من يحاول أن يظلم سواء في تونس أو في مراكش أو في القاهرة أو في لبنان وفي إسرائيل وفي فلسطين وفي كل مكان لذلك يجب أن يتحول صوتنا إلى صوتا بمعنى إلى كرباج للذين لا يستطيعون أو لا يريدون أن يعطون حقوقنا هذا يجب أن نكون واضح يعني أنا أعتبر نفسي مواطنا صالحا في هذه البلاد نهيك عن اتخاذ الموقف السياسي الغير مهم في هذه اللحظات، في هذه الدقيقة بالذات عندما نذهب إلى الصندوق، ولكن كل واحد يذهب إلى الصندوق وراء السطار يضع ضميره أنا أهيب بكم جميعا في الوسط العربي من راهط في الجنوب وبعد راهط وحتى أخص الشمال إلى فلسطة وإلى جيش وإلى ماكن أخرى أهيب بكم أن تذهبوا إلى صندوق الاقتراع وأن لا تقاطعوا الانتخاب، مقاطعة الانتخاب في رأي الشخصي هي خيانة بكل معنا الكلمة لذلك أرفع هذا الصوت استعمل صوتك ليكون الصوت المقرر في 17 مارس أعزائي إذا عجبكم هذا الفيديو أو هذا التصريح يعني شير S-H-A-R-E في الفيسبوك في فيسبوك استعمل صوتك شير وسيشاهدوا الآخرون شكرا 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 شكرا